كشف رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب مصطفى الهيتي عن استعداد نحو ستين دولة لعادة اعمار المناطق التي حررت من تنظيم داعش الارهابي باختلاف نوع المشاركة سواء كانت بالاموال او دخول شركات وغيرها في حين المح الهيتي الى وجود قرض جديد بقيمة خمسمائة مليون دولار مؤكدا ان الشركة الاستشارية ستقيم حجم الاضرار الموجودة في تلك المناطق صندوق اعادة الاعمار من جانبه لبى دعوة من البنك الدولي لمناقشة اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب في العاصمة الامريكية واشنطن في العاشر من هذا الشهر بحضور ما يقارب خمسة وثلاثين دولة وكان هناك تحدي لاغناع المجتمع الدولي بزيادة مبلغ القرض من خلال عرض الاعمال المباشرة التي انجزها الصندوق في المرحلة الماضية بالقرض الاول والتي بلغت مئة واثنان وخمسون مشروعا والتنسيق بين دوائر الدولة والجه المانحة وآلية العمل المقبلة